ننتقل وإياكم إلى صحيفة الشرق الأوسط موسكو تنشر غواصات نووية وكييف تتسلم أول أنظمة الدفاع باتريوت نشرت موسكو غواصات نووية في المحيط الهاد في إطار أكبر عملية تدريب واختبار للجهوزية القتالية لقوات أسطولها وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن الهدف من نشر هذه الغواصات المتعددة متعددة الأغراض واختبار عملية التفتيش المفاجئ للجهوزية القتالية للقوات وحماية المنطقة المائية للقوات في شمال شرقي روسيا على صعيد آخر واصل لكريملين تحذيراته من تزويد أوكرانيا بالأسلحة خاصة بالذكر كوريا الجنوبية بعد أعلان الأخيرة استعدادها لإرسال أسلحة إلى كييف في حال واجهت هجوما عنيفا من قبل روسيا وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف إن الكريملين يأسف للموقف غير الودي لسيول بشأن أوكرانيا منبها إلى أن إمداد كييف بالأسلحة يعني الانخراط في الصراع كذلك تسلمت أوكرانيا أول أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت في وقت تعد كييف فيه لهجوم في الربيع ضد القوات الروسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر